عويل والصراخ مفاجآت صادمة حول العقارة بالفيديو في نشرة أخبار المساء أهلا بكم يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء اجتماعا مع هيئتي مكتب لجنتين الإسكان والتنمية المحلية بمجلس النواب لاستعراض الاشتراطات البنائية الجديدة وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه الدعوة لهيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني وهيئة مكتب لجنة الإسكان لحضور لقاء بشأن اشتراطات البناء الجديدة واستعراض خطوات الحصول على التراخيص الجديدة بالمدن في إطار جهود ضبط النمو العمراني وتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية للمدن المصرية أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي غلق باب التقدم للاشتراك في مصابقة الأم المثالية للعام الحالي التي تم فتح باب التقدم لها في السابع والعشرين من يناير الماضي واستمر التقدم حتى أمس في مدريات التضامن الاجتماعي على مستوى كافة محافظات الجمهورية وستقوم مدريات التضامن الاجتماعي بحصر أعداد الأمهات التي تقدمنا للاشتراك في المصابقة وبحثها جميعا تمهيدا لاختيار الأم المثالية عن كل محافظة بإضافة إلى الأم المثالية على مستوى الجمهورية توقف عمل الليجان الانتخابية المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية لمحامي جنوب القاهرة والمنعقدة بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس بعد وقوع اشتباكات بالأيدي والكراسي بين عدد من أنصار بعض المرشحين وكانت قد شهدت الليجان الانتخابية إقبالا كثيفا من قبل المحامين للتصويت في جولة الإعادة لانتخابات النقابة الفرعية لمحامي جنوب القاهرة والمنعقدة بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس وذلك الانتخاب نقيب ومجلس جديد وكذلك في انتخابات جولة الإعادة لنقابة حلوان والمنعقدة بمقر نادي النهري بالمعادي وإلى الخبر الذي بدأنا به نشرتنا والكواليس الصادمة التي كشفتها التحقيقات في عقار رود الفرج المنهار الذي أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص حيث كشفت تحقيقات النيابة أن العقار صدر له قرار تنكيس منذ ثلاث وثلاثين سنة إلا أن القرار لم يتم تنفيذه وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثمان جديد من أسفل أنقاد العقار صباح اليوم الاثنين حيث انتشرت قوات الحماية المدنية جثة سيدة زوجة المفقودة كما تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من استخراج طفل مصاب ونقلته سيارة إسعاف إلى معهد ناصر لإجراء الرعاية الصحية له فيما يستكمل رجال الحماية المدنية عمليات البحث ورفع الأنقاد وعالميا أعلنت منظمة الصحة العالمية اعتدد ثلاثة لقاحات لفايروس كورونا هي فايزر وأسترازانيكا وموديرنا مشيرة إلى أنه يتم تقديم مئة مليون قرعة يوميا في العالم من اللقاحات المختلفة وذكرت المنظمة أنه بالنسبة للقاح أسترازانيكا وبعد مراجعة مأمونية اللقاح في عدة مجموعات ثبت أن اللقاح ما زال ناجحا حتى مع كبار السن فوق الخمسة وستين عاما وأضفت أنه بالنسبة للحوامل فإن المعلومات المتاحة تؤكد وجود خطر أكبر لإصابتهن بفايروس كورونا لذلك فقد أثبتت أو أثبت من البيانات المتوفرة لدينا فاعلية وأمان لقاح كورونا على السيدات الحوامل لذلك يمكنهن تناول اللقاح ورياضيا اقترب مسؤول الأهل من تمديد عقد ظهير أيسر الفريق علي معلول لمدة موسمين حيث طلب موسماني المدير الفني للأهل اللقاء على قوام الفريق الأساسي لأطول فترة ممكنة ومنهم علي معلول فبدأت إدارة الأهل رحلة التفاوض مع النجم التنسي لتمديد عقده وينتهي عقد معلول مع الأهل في عام 2022 وتوصل معه مسؤول النادي لاتفاق للتمديد حتى ينتهي عام 2024 وسيتم التوقيع رسميا في غضون الأيام المقبلة وننهي نشرتنا بأخبار الحالة العامة للتقصة حيث حذر الدكتور محمود شهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لتلفزيون اليوم السابع من تخفيف الملابس خلال تلك الفترة التي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة مشددا على أن هناك حالة من عدم الاستقرار في التقصة خلال الأيام المقبلة موضحا أنه اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل حتى يوم الخميس سيشهد التقص انخفاضا في درجات الحرارة وأضاف شهين أن على المواطنين توخي الحذر خلال تلك الأيام التي ستشهد رياحا وسقوطا للأمطار وانخفاضا في درجات الحرارة إلى هنا نكون وصلنا لنهاية نشرة أخبار المساء من تلفزيون اليوم السابع شكرا للمتابعة وإلى اللقاء